أيها من أفضل؟ تلعب حديد الا تلعبardon؟ الدماريلا أن كانت تلمع بها الكارديول كانت الكارديول كانت تلعب التريدميل او تحبتك овать تنطط في مكانك او تلعب بجامب جاك الان به هو التمرين الذي يشعره أعبارة عندما تلعب بها تلاعب أن حقود كالبك TER يعني اينفتك شعورama ما ي Rumor oupour Will Us لو احنا جينا نتكلم ان انت لو لعبت كارديو هتخس فوري فعلا صح هتخس على طول ان انت هتخس وهتلاقي جسمك بينزل على طول وتلاقي جسمك بعد شهرين ثلاثة ابتدت تحس الفرقات بس ايه المشكلة ان انت لما بتيجي تخس بتنزل مية وتنزل عضلات وتنزل دهون كل حاجة بتنزل اما بس خب بالك انت الموضوع ده خلاص نزل معك ان انت نزلت مية ودهون وكل حاجة فجسمك تمام خس وكل حاجة بس بعد فترة هتلاقي جسمك بقى هزيل ما تلاقيش عندك مجه انا تلاقي جسمك مش قادر تكمل التمرين مش قادر تعمل اي حاجة لانت بتنزل كل حاجة والا هي التخصيف ده بتبقى على فترة فورية فورية بمعنى اصح ايه يعني انت متلعب دلوقتي هتخس مثلا في وقتها اما الحديد الحديد بتلعب شوية حديد بس على المدى الطويل على المدى الطويل بتبني في عضلات بتبني في عضلات فالعضلات لوحدها بتحرق دهون انت تعرف ان كيلو عضلات بيحرق قصادонكيلو دهون فكل ما زودت حجم العضلات في جسمك كلما انت بتحرق بس على المد تعال على الرجال في أجل الوقت ويeftدى على الطيب من هذه الأسوال للخطوص إلى خسارتة هي الأفضل جدًا من حتماع بل تغايف طاعتها róيا لدى العمل حديدا سواء تنظر بواسطت 4 00 سعيد الbroken اذا أردت فلو وفي نحو العمل الفلو أو تنظر معنا تشترا Steam شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسيم من قناة سرشاجي والسلام عليكم